أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أراحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم زكاً سلم زكاً كابتسلام أعمل إيه أعمل إيه كله كويس كله كويس إنت الحمد لله والله أنا سمع إن الحمد لله الدنيا ماشية وقريباً جداً حنجد أبو مسلم في مكان يعني إن شاء الله تبقى لوحدك كمان إن شاء الله ربنا نسهل الفترة فاتك كلها يعني الحمد لله الخبرات اللي كتابتها مع المدربين اللي اشتغلت معاهم آه يعني بطلعت مع مومن سلمان في الانتاج الحربي فريق أول وبعد كده مومن مدرب كويس خلي بالك آه لا مدرب كويس شاطر كمان بطلعت معاه في الانتاج الحربي وصعدنا ساعتها الانتاج الحربي وبعد كده دخلت في آه في آه بتروجيت وبعد كده دخلت في قطاع نشقين وديدجلة وبعد كده بتروجيت وبعد كده نجوم مستبل واخر حاجة كان مع كابتن عالعشور في كيمة أسوان كبير وتعامل كمان مع المستوى كمان اسلام المنتخبات والسن الصغير يعني خدت الخبرات كلها يعني بتعامل انت السن الصغير هو مايز فيه جدا فانت ما خدت الجزء ده منه مع تركيبة الشغل الموجودة فبقى عندك الخبرات اللي انت ما كنت يديره في أي موقف موجود يعني فهو كابتن يعني كابتن ربيع عمل لك إضافة كبيرة جدا آه طبعا إضافة قوية جدا إضافة قوية جدا كمان انت بتشغل مع مدير فني بيديك يعني بيديك الضربة خبيش عنك حاجة كمان لا آه مخياتي نقطة نقطة تانية كمان اللي انت بتحول تهياله كل الجواء يعني كل الحاجة اللي تقدر تخليش شغل بشكل كويس تعارف السن كمان مختلف يعني كطرابية السن مختلف مع الجيل الموجود فأنت بتوفر له جميع الحاجات اللي هي كمدرب بأي مشاكل بتقابله وأي حاجات بتبقى ميزة بيحاول تحلها له أي حاجة فديتني بشكل كبير جدا على المستوى الفني ومستوى الإداري فدي كلها بتعمل لك كوادر في موجود في حاجة قريب يعمل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في كم حاجة كيرا إن شاء الله هل هتجه لوحدك ولا لسه برضو مستمني تاخد حولات أكثر والله هي نقطة كابتسلام في حاجة في مصر عامة في الإدارات الموجودة ودي إذا أنا كليت معاك فيها قبل كده اللي هي الإدارات الموجودة ما عندهش حتة الرزق اللي هو إيه لما أنا أجيب مدير فني عنده خبرات أو عنده أسماء ونسكت كتير في الدور الممتاز وفشلت الفترة الأخيرة أنت فهم إزاي؟ أرجع تاني وأنا أجيبها تاني لأ أنا لازم أغير وأنت عندك النموذج حي بتتكلم عليه بتتكلم مع نحما عبد الرقوف مع بلية المحل صحيح المهندس مصطفى الشام يداله الفرصة صعد الفرق ومجد عبد العاطي ومجد عبد العاطي أنت بتتكلم على ناس بقالها مثلا سنتين أو سنة في الدور الممتاز هي دلوقتي أو الدور الممتاز به دلوقتي كرة دلوقتي بقت علم الموضوع مش المدربين طوى زمان اللي الموجودين يعني شغلنا على نفس السيستم تعزمان لا الدنيا اختلفت الكرة لا تختلفت لوقتي علمي فيه تطبيق فيه بتتطور نفسك بتشغل إزاي كل يوم فيه جديد في الكرة وشان نفضل على المرحلة القديمة فهي دي النقطة اللي انت بتتكلم المشكلة في إدارات الأندي اللي هي ما بتديش الفرص للعيبة المدربين اللي هما يبتلي يشتغل معك بشكل كويس أو يشوف مثلا الطريق بتاعتك هشتغل معك إزاي يعني مثلا أي مدير فني بييجي في أبرة في أوروبا أو موجود لازم يتكلم مع الإدارة اللي هي السنة الأولية لازم أعيدكم في الدورة السنة الثانية لتنافس مربع سعب دي تبقى سياسات احنا هنا في مصر لا السياسات لا ممكن تبقى أنت مدير فني ماشي من نادي وتجي تاني يوم تمسك نادي تاني طب ما هي يعني إيه القناعة اللي في كده يعني هو عمل ليه في نادي الأولية عشان تخضر في نادي التاني مدير فني مثلا وقع نادي نزل النادي ممتاز به ويجي تليه بعد ثلاثة أربعة ايام مزك فناني تاني وخط بطولة تب تتكلم في حاجات يعني يعني ما لهاش مقيس يعني في مصر أنا تقصد عاما رمادي كابت عاما رمادي لا أنا بكلم مش عاما بكلم شكل عام في مصر يتكلم أنت مكن مدير فني نزل فرقة ويجي تليه مسك فرقة تاني يوم في الأسبوع اللي بعدي فدي ترجع مثلا إدارات الموجودة مستحيل تشوفه في أوروب يعني في أوروبا دي مستحيل مربع المستحيلات لا مثلا السفي بتاعه يشتغل ازاي او جيز ازاي او بتره يشتغل ازاي النقطة هنا في مصر لا هو دلوقتي مش هيديك الرزق ده خالص مش هيبتري يا كلمة لا إحنا لنعرفه أحسن نشتغل يعني هو بالعربي كده كبش الفتح اللي هو مثلا مدرب أسهل حاجة زي ما انت شفت الموضوع بتاع ما حصل بغلس المحلة ما عرضش حتى الموضوع أخلا مع أن رضا كان من المدربين كواسين جدا ومايز جدا خلي بقى لك بس جات فترة اللي انت كل حاجة فيها مشاكل اللعبة مش نفس المستوى الموجودة مشاكل كهيرة جدا في قطة اللبس تتكلم في إمكانيات مش مش عالية اش عالية حاجة فهو المدير الفني اللي شيل كل حاجة فأنا بكلمك هي دي النقطة اللي نقصانة في مصر اللي هي الجراءة أو التفكير تفكير هي الإدارة الموجودة طيب فإن شاء الله قريب نشوفها إن شاء الله بإذن الله سواء لوحده أو مع حد لسه تحتاج اكتساب بعض الخبرات إن شاء الله خلال الفترة خلينا أبدأ معك بالنادي الأهلي وتعاقد النادي الأهلي مع صفقتين أخرهم النهاردة أو تم الإعلان النهاردة عن رضا سليم قبل كده إمام عشور النهاردة رضا سليم صفقتين من العيار الثقيل من وجهة نوزلي طبعا شايف أنهما النادي الأهلي حيستفيد منهم بشكل كبير كيف أنظر أبو مسلم للصفقتين دول تحديدا أنت خلي بالك أنا أول واحد تنبقت في مصر من موضوع إمام عشور عشان تمانع من زمان حتى مع طريق السايد يعني حتى كان الموضوع مع طريق السايد كان ترند من 3-4 طريق السايد كان بيقول لي مستحيل هو زمالكاوي وييجي ندل لا تقول لا ده أول واحد هيجي فأرى شايف لا إمام عشور صفقة قوية جدا أنت بتتكلم لعيب عنده مكانيات علشة هل من الممكن أن البعض أنا حتى لا أتصور مثل هذا الكلام لأنه أنا بجد أن يقول لك نادي الآلي بيعمل كده عشان يكيد نادي الزمالك يعني جاب إتمام عشور عشان يكيد نادي الزمالك طبعا أنا هجيبه لي وهكلف المبلغ ده كله عشان يكيد نادي الزمالك حاجة غريبة جدا حاجة مستحيل الاحتراف الاحتراف ده تبقاش كده كابتان إسلام وبالعواطف ما بيش زي الأول زمان كان يقول لك اللعيبة بتنتمي للنادي ودلوقتي الكيان دلوقتي بقى احتراف صحيح سوق مفتوح ماركت انت هتدفع لي كيام هاخد كيام أأمن إزاي تاني حاجة أنا هستفيد منك إزاي كنادي هستفيد منك أنا كاللعيبة أنا بقى إزاي إدارة إزاي هتعمل إزاي مين اللي يقدر يحميني مين اللي يقدر يشتغل مرتبة هتخشيلي في الوقت المعين فدي كلها اللعيبة لازم بتحطها قدامها سحيح أنا هخش تاني هخش معركة هنالك النحاة تانية إزاي أو في اتجاه تانية إزاي ما فيش هلوس في مشاكل فيه كل شوية ممكن أتقال علي لأنا إشاعة لأنا رجل بتعكزها وبروح في حتة الفلانية فلا ده كلها اللعيب لازم بيكون ذاكي وخلي بالك يعني إمامة أرس من حتة الكتير وثلاثة أربعة لعيبة تانية احنا بنتكلم بس إمام لأ من نحاة الفنية لعيب ممايز جدا لعيب قوي يضيف نادي الأهلي بشكل ممايز جدا بيلعب رقم 8 يلعب عشرة يلعب هف يمكن لعب بقريت هفر هفليفت فدي كلها إمكانيات عندي إمام عشور فأنا شايف لأ صفقة قوية جدا الصفقة التانية كمان اللي عجبني في مرسوله كولر الفترة فترة كابتن إسلام اللي الراجل قايمة كلها لعبت خمسة وثرتين لعيب لعب معادة بساسنا أيمن أشرف وأنت خلي بالك مش أي مدير فن يدي الجراءة أو يدي اللعيبة والثقة بشكل ده كربة راجل عنده عدالة اللي هو بيشوف الناس كلها بيشوف الناس كلها وبيدي فرصة ناس كلها في آخر الموسم بيعمل الروبورت بتاعه بيعمل التقرير بتاعه اللي أنا قدر استغنى عن إسلام قدر استغنى عن محمد انت خدت فرصتها صحيح الوحيد اللي هو يعني أيمن أشرف بس نتكلم إن شاء الله الفرقة قوية جدا نتكلم عليها شاف الإضافات الناد الأهلي بيدعم بشكل مميز في الأماكن اللي هي محتاجة هي مشألة دائمة خلاص انت بتتكلم بتتكلم الحتة دي عندنا حمد فتحي ميشي جبت ما معشور في الحتة دي مميز عندك كندوسي ميشي أو هيطلع عارق أو هيمشي موجود انت عندك بتجيب ريد سليم بيلعب في الحتة دي بيشتغل فيها والناد الأهلي كان بيدور في الفترة الفاتت مع حدي رقم عشرة مع أبشا فأنت بتتكلم الإمكانات اللي أنت متاحة فيها بتشتغل فيها أنا شايف الناد الأهلي الفترة جاء أكيد طبعا هيدور على المكانين صعبين جدا انت بتتكلم على المكان برضا كرباك ليفت لازم يكون حدي مع المعلوم اللي يقدر يشتغل في الحتة دي بشكل كويس هو فيه أقل عيبة ممكن تشتغل فيها ممكن خلد عفتاح يشتغل في الحتة دي ما هنلاكش مشكلة ممكن بتشغل كريم الدبيس شفت الفترة الأخيرة يبترى يحطه في الصورة يبترى يشتغل فلا هو مقتنع به بالمناسبة هو العيب كويس كان معنا بفادي دجل العيب كويس كريم الدبيس من العيب الكويس جدا نخلي بالك يا إسلام كريم الدبيس وايمان أشرف اللي جئت تكلم قصدي ومحمد أشرف والثالث اللي هو كان موجود بردك اللي بتكلم على شكري اللي هو رجل موجود التلاتة نفس الشكل يعني التلاتة نفس الشكل شبه بعد يعني تلاتة نفس الشكل الاختلاف بس شكري اللي هو خد البادرة لعب شوية بدري يعني لعب مع سموحة فأسموحة طورته شوية وجيه في الصيراميكة بقى عنده خبرات يعني كريم لو خد نفس الخبرات دي هيبقى مختلف بتتكلم عن محمد أشرف بعد ما يلعب لو راح أعارة ولاب زي ما احنا سمعنا هيبقى بشكل مختلف فأنا بتكلمك لأ الناد الأهلي لا شايف فيه فيه قوة بشكل كبير جدا في الأداء فيه النقطة لازم نتكلم فيها ونشكر جهاز الفني الناد الأهلي أو المجلس الدرع الموجود اللي انت عندك ما تصل له كدر السنة دي ما عندكش كمية إصابات فده دليل اللي راجل اللي تشغال في أحمال بشكل ممويز جدا ما فيش الأصابة تحت أكرم توفيق ودي إصابة قدرية بتاعت الرابط الصليب دي بتيجي لأي حد أنا بتكلمك قبل كده الناد الأهلي كان فيه إصابات كتير جدا كنت بتلعب النهيات دي عندك أربعة لعيبة إصابات وخمس لعيبة إصابات لا الراجل مختلف الراجل بيشتغل بشكل مميز بيشتغل معه الاصطف بتاعه أو الجهاز المعاه بيشتغل في حتة البدنية والأحمال بشكل مميز فأنا شايف لا الشكل مختلف الناد الأهلي الصبح وبتمكن المسكة مكرافناطم والنتيجة زيره طبعا الناد الأهلي الناد الأهلي ما بتتكلم الناد الأهلي اسم الناد الأهلي يجيب أي حد فأنت بتتكلم الدنيا مختلف أنا الحقيقة داي من اللي باستغرب له إن أنا بلاقي ناس يقولك إيه أصلحنا يا جماعة جايبين لعيب عشان يتعي بالنادي الأهلي طول ما الناس بتتكلم بمثل هذه بتتفكر العقلية دي أو بالعقلية دي أنا ببقى مبسوط لأنه هو هو مش جايبه المصلحة يفيده هو هو جايبه عشان طبعا بما أننا يعني عايشين عيشة واحدة وفي نادي واحد فهتلاقي نفس الكلام بيتقال طبعا أنا بنتكلم أنت أول حاجة لازم أنا عشان أنجح أدور عن نفسي ما دورش على الآخرين لو حتى لو أجاه أتعلم الآخرين أتعلم من السيستم المحترم الموجود صحيح تبتتكلم في منظومة أنا اللي أجرينا نتكلم يا إسلام من النادي الأهلي دلوقتي زي سنة الثمانين زي سنة سبعين نفس السيستم مشغال كل واحد بيعمل شغله كل واحد عارف إمكانياته وإيه بيشتغل فيها إزاي فده النادي الأهلي مع التطوير طبعا طبعا مع التطوير والحاجات طبعا للتفرط الموجودة لكن الملاذق والأخلاق أنا بكلم بكلم على سوابة موجودة تتكلم على الأخلاقيات طبعا عندك حاجات موجودة دي بعد مئة سنة هتلاقي نفس الجيل موجود بتتوارس على الأجيال فده اللي بنتكلم فيه غير بقى الفرقة تانية المنظومات تانية بتخش انت بتخش بتبقى انت بتشتغل فني بس انت بتشتغل فني وبتشتغل في مشاكل برا الملعب وبتشتغل برا مش مركز وبتشتغل في ما عندكش فلوس وبتشتغل في حاجات دي كلها فاللعيب انت عايز يديك في عدده كل فالموضوع مختلف يعني انا الحقيقة عجبني برضو حتى في طريق الكلام كنت بتتكلم بتقول انه يعني في النهاية اللعب بيجي ريد الاهلي لانه مستقر عارف ان المرتبع يخش له مهما كانت الاغراءات يعني احنا سمعنا مثلا في قصة ريدا سليم تحديدا انا لسه ما ما سمعتش منك ريدا سليم لكن بالنسبة ريدا سليم سمعنا في قصته تحديدا انه كان هناك اغراءات مالية وكذا 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 فيما يخص انه انتقاله لأحد الاندال اخرى ولكن في النهاية هو فضل الناد الاهلي اعتقد بسبب الكلام اللي انت بتقوله طبعا يعني اسم الناد الاهلي في افريقيا او في اوروبا معروف الناد الاهلي معروف امكانياته ايه انت عمرك شفت يا كابتن اسلام او احنا كنا موجود انا اذكرني موقف يعني من زمان جدا انا حب اقوله يعني انا كنت موجود في الناد الاهلي لما مشيت كان ليا مبلغ معين لما رجعت اخر المسلم طبعا عمبال مرجع بيجيلك الفلوس بتاعتك فلاقيت نفسك انا والله ناسي ناسي اللي انا لايه فلوس كما في الناد الاهلي لقيت الله رحمه كابتن عبد اليماني بيكلمني بيقول يا احمد تعالى اخد فلوس ساعة خمسا و اتكاس مصر اللي انا احنا خدناه فانت بتتكلم لا دي منظومة تتكلم في حاجة بتتكلمك عامة يعني يعني اي نادي تاني بيقولك خلاص او مش يمضي اخلاق طرف ويمشي انت فهم زي كلها ندية كده فانت بتتكلم لا منظومة بتعرف تقدر اولادها بشكل كويس تاني حاجة بتوفر لك كل حاجة انت تيجي تلعب فني بس هو مش عايزك فيها حاجة ما عندكش مشاكل ما عندكش اي حاجة بتتكلم فيها فدي كلها بتفرق اللعيب حتى لو جانا نتكلم مثلا ريدا سليم اه هو قتليسة المنبر عارف الناد الاهلي اسم الناد الاهلي عارف تاريخ الناد الاهلي اي حد اتمنى اتشرف منظومة الناد الاهلي فاكيد لما دخل او حتى ابتدى ادماغه تيجي ولو هي يقارن لا المقارنة بعيد خالص شفته ازاي ريدا لا ريدا في الجيش الملكي لا باللعيب مميز خلي بالك العيب مميز وخلي بالك حتى الفترة الفاتت يعني انا بتفرج الدوريات بتفرج عن الدور المغربي كنت افرج عشان كابتن طري المصطفى من صديقه عزيزي يعني فكنت بشوفه عامل شغل رائع عامل شغل مميز جدا هناك وحاجات امكانات مميزة اه طبعا لا ريدا لعيب كبير يعني لعيب مميز اه لا عنده امكانيات ولعيب خلي بالك من اللعيبة اللي هي عندها حلول اللي هو كرة تحت رجله برقته الكرة كده بيقدر يعني يسرع الرتم وهد الرتم فانت عايز لعيب صحابة مهرات من دي يعني فوقت معين كان مثلا وبترى يجيب بمبارح حتى بغض النظر اللي هو عامل اساس الأولاني وجاب الجنة التاني بتاع الناد الأهلي لا هو بترى يرجع تاني الافشل اللي نتكلم عليه رضا نوعية اللي هو اصل اللعيب مميز بيقدر بيشتغل بشكل كورته كويسة سريع مهاري فدي كلها مميزات كان عزينا كمان انت خلي بالك لما جيب رضا افشل يبقى عنده قوة فنجرية يعني عايز يبقى قوي جدا اللي هو عايز يفجر القوة الجوية عشان يبقى يلعب انت خلي بك هتبقى مشكلة انت لازم يلاقي حد يلعب مشكلة حلوة مشكلة ايجابية ايوة مشكلة ايجابية صح الفرق ما دي كلها المستوى بتاع افشل هتلاقيه مختلف تماما وهتلاقي المشكلة اللي رضا عايز يدوس وياخد ثقة جميع الناد الأهلي فهتلاقي مستوىهم اللي اتنين بقى عليم جدا صحيح صفقة قوية صفقة مهازة بغض نظري تابع النوع بوجهة نظري لانه الحقيقة دايما يقولك ايه وانا في مثل هذه المون يمكن انت راجل يعني نجم كبير في كرة القدم وعارفة ايه الصفقات بتبقى جاية في عين شايفة لعيب كويس والولد سواء رضا او غيره من الصفقات بيبقى عامل شون كويس جدا وعشان يجي الناد الأهلي بيجماعة بيعدي على اختبارات كتيرة جدا طبع لكن ممكن جدا يجي وما يتكيفش يعني انا بشوف ان برونو سافيو واحد من افضل اللاعبين اللي دخلوا مصر ولكن لم يتكيف مع الشغل عندنا وجهة نظري ما خلي بالك اسلام بارك احنا بقالنا فترة يعني مثلا هي بتبقى في توفيق وعدم توفيق او هي بتحصل يعني بتحصل بتحصل ويكون لعيب مميز جدا انا خلي بالك منتا كان عندك اظهروا لعيب مميز جدا هكذا في الدول موجود بس جاية فترة من فترات ما بي فالناد الاهلي بيشوف التطوير الاحسن بعد كده فدي كلها بتحصل هو ممكن كل العيب مميز جدا وكل حاجة يعني متاحة في رجلو بس انت بتتكلم ممكن انت وفيق اخونه ممكن ده كلها دي العيبة كتير ده نموذج كبير موجود في كذا في العالم كله بس احنا بنتكلم كل لجنة او الاختيار الناد الاهلي السكوتنج اللي موجود لا بيشتغل بشكل كويس يعني اللعبة اللي بتتوفر او حتى الموجودة في الناد الاهلي بيدور عليها مميزة يعني اللعبة عاملة الفرق اللعبة بتعمل حلول عندها الانديات التانية حتى المنافس بتاعك بيحاول يدور عليه او يحاول يصدر لك اي مشكلة او يعال عليك السعر او يجيب اللعيب لو قدر يجيب اللعيب بس هو شغل يجيب اللعيب عشان هو عنده مشاكل كبير جدا صحيح هو معندوش ولا مشكلة ولا عنده نظام موجود عنده ولا عنده سيستيم ولا عنده فلوس ولا عنده مشاكل داخلية تخلي أي لعيب ما يخطعش يخش تاني في المكان زي كده أو يفكر اللي هو يجي في حاجة زي كده فدي كلها بتبقى موجودة في طبقة دي اللعيبة كلها بتحسي بحاجة زي كده وخلى بالك لعيبة طاعة المغرب أسكية بيشوف هو أنا هروح فينه المكان المميز ليه المكان اللي هستفاد منه اسم ناد الأهلي زي ما قلت له كالتنسلام يقدر يجيب أي حد ناد الأهلي اسمه لما يطرح الموضوع بيختلف تماما اسم ناد الأهلي بيشتري أي حد يعني في أفريقيا أو في أوروبا الناس معروفة بإسمها إزاي معروف النادي الزبط الانتماء موجود إزاي فلما يجي الكلام عن ناد الأهلي هو عارف يتكلم مع مين عارف ناد الأهلي لما يقول هادي كذا هادي كذا لما هتتكلم مع كده من غير أي حاجة من غير عقود كمان مبارح كان في المباراة للداخلية استطاع ناد الأهلي أن يفوز بهذا في المقابل لشي شفت المباراة إزاي لا إن شاف المباراة ناد الأهلي لها بمبارح في الفول تيم بتاعه يعني شاف ناد الأهلي مرسله كرار فترة كان بيجرب بشكل كبير جدا اللعبة اللي هي هيبتير ياخد فيها كرار واللي هي تقوم موجودة المبارح شفتنا لأداء مميز ناد الأهلي والناد الأهلي كسب بقل مجود لو جنا نتكلم يعني 2-0 بقل مجود ده بتلعب الداخلية فرقة خلاص وصلت اللي هي الطموح بتاع السقف الطموح بتاعه لوعد في الدور الممتاز فعنده 8 من العيبة القوامة الأساسية الموجودة عنده وبيحاول بيعني هايسن جبريل هو رئيس قطاع ناشين ده كان لعب معايا في مزارعة دين يعني هو مكتهد وبيحاول ليعمل حاجة بس الفرق كبير يعني ناد الأهلي بيلعبته بإمكانياته فرق كبير حقيقة فرق كبير جدا في الملعب المستوى كمان يعني ناد الأهلي حتى لو جيت تتكلم على الهدف الأولاني بتعبيره لا الأفشة بقى لفترة مميز بيحط الكرة دي يعني انت أفشة من الفترات اللي هي الأول اللي بيحط الكرة من النص بشكل مميز تاني حاجة الهدف اللي جاوي برضك مميز انت بتتكلم من برح حسين الشحات لا شغال بشكل كويس جدا مرانة عطيه نفس الكلام بتتكلم على علم علول بغض نظر علم علول ماشي بفترة بمستوى هايل بتتكلم هو قوام الأساسي الموجود في الناد الأهلي بتتكلم فيه هو الرجل مغارش حاجة هو ده القوام الأساسي الموجود فطبيعي هو حظه موحش لموقع معناد الأهلي يعني الـ 2-0 معناد الأهلي بقى لما جود يعني بقى لحاجة بقى لحاجة هو عايزة كسب بـ 2-0 بخلي بالك برضك الجو حر فدي كلها برضك في صعوبة نعم عمد الإجهاد الحياة الكبيرة وإجهاد وخلي بالك فيه لعيبة لسه رجعة بقى لها فترة ما بتشاركش يعني أنت بتتكلم على على هاني كان يواخد راحة بتتكلم على العالي كان يواخد راحة بتتكلم على مران عطية لحداث بعد تقفات والده بترى هياخد راحة فالعيبة دي كلها مبارح بقى ل موجود زي ما قلت لك الناد الأهلي اطلع 2-0 بقى لحاجة فده طبيعي يعني الناد الأهلي يكسب داخلية بالمستوى ده طبعا أداء من على الأجناب وأداء بهدوء زي ما انت بتقول طبعا ولكن نفس طريقة اللاعب اللاعب من على الأجناب اللاعب من العمق الحقيقة كل المميزات اللي كانت بتحصل في كرة القدم موجودة كانت في مبارح ولكن بهدوء شوي بهدوء عشان خلاص انت ممتلك الجيم كله يعني انت عندك اللعيبة الموجودة هنا خلي بالك هو في يعني الفترة الفاتح كان كولر كان بيجرب اللعيبة اللي هو ياخد فيها قرار أو اللعيبة اللي هتبتدي طبعا موجودة تكمل معنات الأهلي ولا لا اللعيبة دي موجودة دي كلها دي في الأساسية بتاعته يعني الجالم الكلام الأساسي بتاعتها هو ده لما فيش حد مختلف يعني ما فيش حد مختلف فعشان كده كيميا ماشية انتوا تتكلم على الحسين الشحات فرستا وبتتكلم على أحمد عبدالقادر حتى لما بيقى موجود أو بتتكلم على سعاد طهر بينزل معهم هم دول الموجودين بالعب مع بعض على طول يعني انت حتى بص تكون رونية عبدالقادر على عدة أفشا وعلى طبعا خلي بالك اللعيبة دي كلها عارفة من نظرة يعني في الملعب بيشتغل ازاي وبتتكلم ما خلي بالك ودي بقى فهدوق خلي بالك من أفشا بردك صحيح أفشا بردك لأي حد في الحتة دي ممكن نشوت بوش رجله وبشكله يقوي دي ترجع للثقة اللي خدها الفترة فاتت دي بردك من كتسبات الفترة فاتت كلها ابتلى يعني فترة من الفترات ابتلى يعني أفشا ما كانش بياخه كتير بس بعد كده الموضوع تطور معه بشكل كبير جدا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى طيب كنا بنتكلم عن حاجاتنا أبو مسهلا بالحقيقة عشان كده بنتحك يعني إن في بعض الأندية في مصر يعني بتجيب لعبة كويسة جدا يا بمانجر الزكرة أسمعي يعني بتجيب لعبة كويسة جدا ولكن احنا كنا أول كل سنة نقول الفرقة دي هتبقى جامدة جدا وانت لها برضو بتنافس على الهبوط ما خلي بالك دي ترجع برك للمدير الفني أو اللجنة الموجودة اللي هي سكاوتنج الموجودة يعني شايف فيه أندية بتلفتي في شكل كويس اللي أنا لقتي يتموحي السنة دي أجيب مثلا السقف تحت لعبة من مليون لمليون ونص فيه ناس من زنات كده فبيجيب لعبة على قد المكانيات الموجودة أنت مكانياتك أعلى من كده لازم أجيب لعبة يطور لي أو يخليلي الشكل تهي أحسن من كده بس لازم أجيب أجيب اللعيبة اللي تتماشى مع فكر المدير الفني يعني أنا ما أجيبش مثلا إدارة كإدارة ما أتكلمش مع أي لعيب إلا خلال المدير الفني ما أفعش مدير الفني مثلا أنا أجيب إسلام وإسلام مثلا مش هيا أفع ألعب مع اللعب بتاعي أو الطريق بتاعتي ففيه إدارات كتير كده بتجيب تروح جابة لعيب مع ما أشتغلش مع فكر المداري المداري بقول له أنا مش عايزه أنتو جابينه ليه فخلاص فدي مشكلة فعشان كده منتكلم لازم لجنة موجودة أو مدير الفني هو اللي حاطت السيستم بتاعها عايز 3-4 عايز 5 عايز 6 عايز المكان دوت هي دي اللي تخليكت تتعدي مرحلة دي خلاص المتش المصري الأهلي والمصري بتقامتش صعب طبعا مع هزيمة المصري في مباريات الكاس الربطة وبتغيير المدير الفني كابتن ميمي نوع ما كملش وجه كابتن علي مهن علي من المديرين الفنيين اللي بيقدروا يعملوا شغل جيد أمام الأهلي طبعا هي خلي بالك الفترة فاتت النادي المصري كان فيه استقرار بشكل كبير جدا يعني بعد كابتن ميمي عبد رازم كان موجود الموضوع كان الأول كان مختلف شغية كان عندهم مشاكل في النتائج كابتن ميمي عبد رازم مسك الفترة فاتت كلها ما تغلبش المتش الأخير اللي ما مطشين الأخرين أو مطش الأخير اللي هو بطع 7 ميكا كاس الربطة فتتكلم الراجل كان يماشي بشكل كويس وماشي وكان فيه حالة معنوية عالية جدا وماشي بشكل كويس ومكسب بالنتجة كبيرة وكان داخل خامس في جدر الدوري فأنت بتتكلم اللي كان عندهم سبات المطش الأخير اللي هو بتاع كاس الربطة طبعا دي الموضوع اختلف انت بتتكلم في بطولة فالبطولة دي تمحت الفترة فاتت كلها الميمي عبد رازي رابو عليك اه طبعا الانديجة جمهرية كابتان اسلام تتكلم على أهل الزمالك إسماعيلي المصري تبتتكلم لازم أنا كل يوم في جديد لازم يكلم بها أكسب بطولة فانت خلي بالك بقى المصر لما يوصل في الحتة دي الكاس الربطة دي يعني عانى بشكل كبير جدا ونفسهم في بطولة بقى لهم أخر سنة بطولة واخدنا كاس مصري من ما كانوا بلعب مويل العرب تسعيني طبعا من أما كانوا بلعب تفهم ازاي النقطة فالموضوع مختلف فالفترة دي خلت كابتان ميه عبد الريازي معين أنا بشرك عليه والله يعني هو اشتغل رجل بإمكانياته بشكل كويس رجع مزك مديني بطولة بس احنا ما يكلمك اللي هو كان بدأ بشكل كويس يعني بدأ من سمن جدا مع سموحة واشتغل مع المصري فترة فاتت و اكتهد وبذات انت شغلت على عنصر النفس بشكل كبير خليت لايبه اتطورت بشكل كبير جدا فالموضوع ده ترجعه لنقطة الورا اللي جاني نتكلم بس على كابتان علي مير لا علي مير عامل الفترة فاتت تفرف في الكرة المصرية مع فيوتشر بتتكلم لعيبة بتاري يخلق كوايدر بشكل كويس تتكلم على لعيب زي اسمه ايه دوت عمر كمال عبد الواحد بتاري يشتغل بشكل كويس وانا سامع اللي هو كمان ممكن ياخده المصري حاجة زي كده في لعيبة كتير بتاري يشتغل مع عمشق كويس بتتكلم على الرجل كان محترف في الامارات احمد احمد رفعت برضك فيه كاميا بينهم ممكن يبقى بفترة اللي جايب الموجود انا شايف المصري مكسب ليه علي مهر بس في لعيبة خلي بالك مش في لعيبة مشت فانت خلي بالك اللي هي النقطة كلها لو انا هجيب مدير فني كنت لازم اجيبه من بدري عشان هو هيقعد معمين انا مثلا هقعد اسلام النهاردة لا اسلام مش يمشي يعني مثلا زم هما فيه ناس مشت كنت لازم على اقل اخد رأي المدير الفني اللي هيجي من بدري هل يجري اندو واحد من افضل اللاعبين ومشي مش حاجة ما اجوه بتتكلم مثلا مثلا وبتتكلم مع نادي الاسماعيلي بتتكلم عن المدبولي برضك انا بأتكلمك اللي انا عمتا المدير الفني هو اللي حراري هاته من بدري عشان يقدر يستسن هو اللي اختار عشان بعد كده لما تيجي تمشي لعيب يقولك انا كنت عايز ذوت هرجع عجيبه تاني الملايين تم خلاص انا كنت مشيته فهي دي النقطة لا علي مهر بشكل مميز عمل فرقة بشكل كويس متالي الفترة اللي جاية هيبقى فيه صعوبة المطش هيبقى صعب طبعا انت عارف حاسية الاهلي والمصري والاسماعيلي الاندادة كلها ما بتتحبش يتغلب الدمناد الاهلي فالمطش هيبقى صعب المطش بتتكلم على المطش هيبقى فيه صعوبة بشكل كبير أبرز الصعبات ايه مثال أبرز الصعبات الجيم هيبقى مقفول هو علي مهر برضك هيبقى زكي هو بقفلك الجيم بشكل كويس وبعد كده يعني التوفيق معايا خطف حاجة ما خطفش حاجة انا طلعت النتيجة واحد سفر معندش مشكلة بس انت بتتكلمش هو ايش عايز يعمل زي مثلا المطش اللي هو بتاعكاس الربط اللي انا راح اللي عمل لأهلي جيم مفتوح راح واخد اتنين سفر سفر الدينة تيجي عليها الشارع البرصائي دي يجي عليها وابقى الدينة مختلفة تفاهم النقطة زي هو زكي شوية هو يقدر يقف على العبل اللي موجود عليه يقدر يعمل حالة التوازن بالدفاع والهجوم وهيقع على هجمات المتد مش هيعمل اكتر من كده بس انا ما اكلمك على القوة وعلى الصرعة والحاجات دي كلها المطشة هيبقى بلغة الكرة رخم اللي هو في خبط كتير وجاري كتير في المطشة هيبقى صعب طبعا هيبقى صعب على الاجاز الفني ده اه طبعا الصعوبة هتبقى على العلماء ليه اه طبعا الناد الاهلي عنده ثبات وعنده ثقة الموجودة ومرسله كرة يعني من نتكلم لهو راجل عارف كل كبيرة وصغيرة مع الفرقة فيه تأقلم وفيه حب وفيه فيه ثقة من اللعيبة الموجودة اي حد هنزل يقدي انت لو جبت مصطفى شبير هلعب ما كانش ناو هيلعب لو جبت الجيب خلعت برازا ومحمد هنه هيلعب عالي معلول ولا دبيس هيلعب فانت بأكلمك اللي انت عندك لعيبة ما هندومش مشكلة هو دي ميزة اللي هو عمالها روح التنافس لانا قدر اي حد هنزل هيكسر الدنيا فاللعيبة كلها لاتي مستعدة اللي هتشتغل فانا شايف الصعوبة عشان الضغوط والنتيجة الاخيرة اللي هي كمان بتاعت الخسارة بتاعت كسر ربط ازاني انا اعتقد انا مش هبقى فيه ضغوط على العالي لانه في النهاية جاي قبل الماتش بتلات اربعة ايام ما عندوش مشكلة ما هو لا انت جايبي يومين اللان دي يا جامهير ما بتسألش اللي انت من ساعت ما تسلمت خلاص خلاص انت بقى انت المسؤول اللي انت اللي بتدير دلوقتي فاي وقت هيبقى الموضوع صعب هو عليه ضغطي بشكل كبير عليه اللوت بشكل كبير طبعا خمس القاب استطاع ان يفوز بيهم مرسل كورة خلال هذا الموسم كيف يستطيع ان يحافظ يعني انا في كلمة الكابتن محمود الخطيب يمبالح في الاعلان عن الشريك التعليمي يمبالح في المؤتمر الصحفي يتكلم عن الكورة وقال احنا اخذنا خمس بطولات ويمكن اخذنا بطولات كثيرة في الالعاب الاخرى ولكن اصبحت في التاريخ والقادم اصعب الحفاظ على هذه البطولات كيف يكون الحفاظ على هذه البطولات واحنا بنتفرج على المؤتمر طبعا الكلام انا اخذ برضك حاجة من كابتن الخطيب قبل كده قالها السنة الفاتت لما النادل اهلي خسر بطولتين لابتتكلم عن بطولة الدوري لما النادل اهلي خسرها والبطولة تريد بتاعت الكاس فلما حتى النادل اهلي بعد كده خاد البطولات فكابتن حتى بيسأله بيقول له يعني انت يعني النادل اهلي يعني التفاوق الخمس بطولات اللي جابهم دول كلهم قال لعشان احنا كنا بتاعتنا نتكلم اعمالنا ورشة عمل اللي احنا البطولتين دول الاسباب اللي ضياء على البطولتين دول ازاي فانت بتتكلم اي حد يقول لك لا انا اخذ اللي خمسة دول وانا دلوقتي انا نجمل شباك انت فهم تتكلم ازاي فلا انت بتتكلم على الاخطاء اللي كانت موجودة وبطريق تصلحها عشان كنا النادل اهلي متفاوق في كل العاب انت بتتكلم علعاب الجامعية السنة دي الاهلي متفاوق 18 من 22 طبعا الاهلي متفاوق في كل حاجة بتتكلم على كرة القدم ما شاء الله اللعبها كلها كمان مش بطولات بس انت بتتكلم كمان على مستوى فني تطور اداء اللعابين ده مرسل لكلر عامل شكل كبير وانا وجدت بتتكلم اللي احنا بنتتكلم على نجم الموسم او نجم الشباك اللي موجود ادارة ندل اللي كابتن محمود الخطيب مرسل لكلر صحيح اهم الاختيار اختيار مرسل لكلر خلي بالك كابتن اسلام مش بالسهل صعوبة جدا خلي بالك انت جاي بعد مستوى 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 كان شغال بشكل كويس خد بطولات فانت اللي هيجي بعد مستوى لازم يكون يعني بلغة الكرة لازم يكون وحش فالموضوع مختلف اللي قرار لما انت تاخد القرار دي عشان كنا بقولك الادارة مش صعبة جدا القرار وهو انه يقول هذا الكلام النهاردة او انبارح يعني في المؤتمر الصحفي في الشركة التعليمية اللي النادي الاهلي اتكلم عن ان زي ما قلت خمس بطولات خدناهم ولكن انتهت واصبعت في التاريخ المسؤولية بقت اكبر واصعب على كل اللي عابين وعلى الاجهزة الفنية وعلى الادارة النادي الاهلي كل يوم في جديد انا ما اتكلمك النادي الاهلي هي لسه من شهر ولا شهرين خد بطولة افريكا بتتكلم النادي الاهلي على كاس مصر البطولة جديدة النادي الاهلي لازم بيدار عليها بتتكلم على كاس العالم الاندية اللي النادي الاهلي بردك بيخش فيها احنا بقىنا فترة بنخش التمسيل المشرف وناخد مركز تالت النادي الاهلي تموحوا دلقات على البطولة عشان كده التهدائمات اللي بتلاقيها التهدائمات قوية تقدر تفيد النادي الاهلي فانا ما اتكلمك النادي الاهلي لا النادي الاهلي كل يوم في جديد كل يوم انت عندك طموح كل يوم عندك عزيمة اللي انت تقدر تجيب بطولات النادي الاهلي طيب بما ان انا بنتكلم عن هذه المباراة الصعبة والمهمة جدا جدا نهاية هذه او بعد نهاية هذه المباراة مكانت النتيجة انت عندك 15-20 يوم راحة اعتقد لللاعبين يعني لسه لم يتم الاعلان ولكن على ما اعتقد انها هيبقى 15-20 يوم راحة اعتقد انه ال وقت الراحة هيفرق كتير جدا مع اللعيبة يعني كل ما زاد هيبقى افضل ده وجهة نظر ما عرفش رأي حضرتك اه طبعا اخلي بالك انت اللعيب الكورو عمتا لازم فترة معينة فيه لعيبة في اللعيبة موجودة في النادي الاهلي وسط مرحلة التشبع انت تتكلم مثلا لو جانين تكون بالاسماء كده بتتكلم على شئنا ومفصلش اه طبعا بتتكلم على علم ما علم ما فصلش قال ديونج بيسافر وبيجي مع المنتخبات مع المنتخب بتاعه نفس كلام مع علم بتتكلم على الحمد هاني بقى له فترة من نفس الكلام بتتكلم على مران عطية بتتكلم على على افشة بتتكلم على حمدي فتح ما كان موجود عبدالسولية عبدالمنعم بتتكلم على العيبة لأ بسبب الأخطاء مش من نادي الأهلي الأخطاء اللي هي الموعيد المسابقات أو الطايم اللي كان حطه قبل كده الاتحادات أو ربطة الأندية الموجودة اللي كانت حطة فنادي الأهلي كان السهل لك أكتر فرقة ستغلوكة السنة دي ها كابتال اسلام مع نادي الأهلي تتكلم كل الأندية اللي موجودة كلها كانت بتلعف بطولة واحدة اللي هي بطولة الدورة مصري أو بطولة كاس مصري والسلام عليكم تفهم بذلك الناد الأهلي الوحيد اللي بيخش بطولة أفريقيا جي من كاس عالم الأندية دخل في كاس مصر البطولة القديمة مع نادي الأهلي لعب السوبر السعودي القصد السوبر اللي هو كان السوبر اللي هو المصري اللي هو الكسبت في برامز رجع ثاني على المنتخبات اللي نادي الأهلي اللي راحت مع المنتخبات فدي كلها لعبت لعبتنا الأهلي لازم الفترة دي بتفصل وخلي بالك أنا واثق للعب الناد الأهلي هترجع بأحسن من أول كولر زكي جدا في الموضوع الروتشا بشكل كويس يعني عنده المضارب الأحمال المشاء الله نمسك الخشب يعني لحد دلوقتي اللي مفيش ولا واحد ناد الأهلي صبع عضلية تبتتكلم من أول المصم يجي يمسك معندكش صبع عضلية وده يرجعك لك جابت الإسلام من أول يوم لما جيت لو أنت فاكر اللي مرسله كرة كان عايز أشوف يعني أشوف قط اللبس ناد الأهلي الساونة والمختص اللي استشفى عادت الشفاء أشوفها عاملة إيه أي مضيفة يقولك أنا إيه اللي يوديني الحتة لي لا الراجل أول ما جاء أول عادت الشفاء ودائما بيسأل الأجهزة الجديدة ما عادت الشفاء دي جزء من البرنامج بتاع الخواجة يعني ده يبدو بتاعت الراج بتاعت كولر دي لها تنجحه فعشان كده لما نزل من المطار لما احنا شفنا حتى الصورة وجات قبل كده نزل شاف الساونة أخبارها إيه بتشوف اللي الجاكوزي أخباره إيه التدليق أخباره إيه الباور اللي بيشربوه اللي بيشربوه اللي عادت الشفاء اللعيبة عاملة إيه فدي كلها دي ترجع جزء الراحة دي جزء من التمرين صح فعشان كده أنا شايف اللي ناد الأهلي لا ما شاء الله حتى كل الفترة الفترة المتشرة اكثر طيب ناد الأهلي متفوق تتكلم لعيبت ناد الأهلي حتى الاندية اللي بتلعب قديمه كلها شد عضلي خلفية أمامية سمانة الحاجات دي كلها ناد الأهلي الحمد لله لحد الوقت ما فيش لعيب عنده ساب عضلية فدي ترجع الأحمال أو رجل مدارب الأحمال مع مرسل أو الجهاز الفاني الموجود مع مرسل كلها طيب ناد الأهلي بعد هذه المبارزة ما قلنا عشرين يوم أجازة وبتالي انت معها يعني انه يبقى أكتر لو ينفع أكتر من عشرين لا هو عشرين يوم في النسبة للعيب المصري انا لو اللعيب أوروبي اقولك ماشي اللعيب المصري اللعيب المصري برضك لاشي بكلم عنها اللعيب الأوروبي بيقدر يشتغل أي حاجة يعني بيعمل أي رادي تانية ممكن ليه بيعمل سباحة بيجريخة بيعمل جيم بيشتغل على نفسه اللعيب المصري بياخد فترة عبال ما يرجع تانية بصعوبة بياخد راحة سلبية وأسوأ حاجة في كرة القادرة من راحة سلبية راحة سلبية خالص دي لا لازم تعمل أي حاجة اشتغل سباحة يعني اعمل سباحة رياضة اعمل جيم امنيات تقويات والحاجات دي كلها بس ما تبتلش من تخش من حالة الكرة فدي كلها أنا شايف اللي هي أكتر من عشرين يوم لا مميزين عشرين يوم مميزين بالفترة دي مع العابة للأهل أكيد العقلية مختلفة طبعا ومحترفين فأكيد الموضوع من الزمانة مقاحسن كتير طيب الدوري العامل سنة جاية بعد وجود زد والجونة وبلدية المحلة شايفوه ازاي هل زي ما دايما بيقول أو دايما دايما القاعدة الصعد هبط لا هو في أن دي خلي بالك عندها بيع أنت بتكلم عن عندك المحلة بقاله زمن الزمن فأكيد لما يطلع بشيء بقى تمثيل مشرف فطبيعي لازم يقوي الفرقة بتاعته أو يجيب العيبة الموجودة بلدية المحلة بلدية المحلة بس عندهم مشكلة اللي هو عنصر المادي صعب جدا فطبيعي اللي هو هيقدر يجيب العيبة اللي في الحجم بتاعه أو في الريد بتاعه أو في الفلوس بتاعته انت بتتكلم عن الجونة لا أنا شاف الجونة مختلفة الجونة ميزانية يعني عمرك يا كافتان اسلام هت لندية الجمهرية الجمهرية غير لندية الشركات عمرك ما هتوازي دي أبدا خلي بالك دي معادلة صعبة جدا الشركات عندها ميزانية وعندها فلوس بتقدر تشتري وتجيب زي اي حاجة لندية الجمهرية ما عندكش إلا واحد بس اللي بيصرف أو حد اللي موجود مجلس داره حد 2-3 هم اللي بيقدروا يديروا النادي فدي صعبة جدا فانا عشان كيرا بقولك لندية الجمهرية لازم المحل أو البلدية أو الغزل أو الناس اللي موجود دي كلها لازم يكون عندك قطاع نشئين قوي جدا ليه بقى قطاع نشئين القوي ده وتيقدر يطلعك عشرين لعيب من اللي بلادك انت هم اللي قاعدو هم اللي قاعدو كنت عشرين لعيب وصلنا مثلا أربع سنين خمس سنين ما بيش عاجة سنتين ويطلعو لك يا مش على طول تضرابها وتطلع لا خمس سنين على قد تطلع بقى تحصد بقى اللعبة دي وخلي بقى لك خير دليل اللي بنتكلم عليه وهي أندية كمان مش أندية مثلا جمهرية تتكلم على انبي 90% قوام الأساسي بتاع انبي السنة دي ناشئين صحيح فانت بتتكلم الاندية دي لازم عندها فكرها كده أنا هعادل ازاي لان اعقدر اخلي أولادي أو القطاع النشئين موجود اطلع لي لعبة مميزة عشان قدر أصرف بتتكلم على الجونة الجونة عندها مكانات كبيرة جدا بس لحد دلوقتي السيستم مش مختلف عندما بتتكلم على الجونة لأ الدنيا مختلف كابتنعلي عبدالعال بالمناسبة أصبع هو طبعا مبارك كابتنعلي عبدالعال طبعا حاجة مخترمة مدير الفني كبير وانا شايف مدير فني مميز جدا والفترة الفاتت هو تعب من أكتر الاندية تعبت صحيح لا واحد الدخلية ده كتأعجاز وخلي بالك انت الدخلية يعني انت زي بتلعب عن نفسك انت بس انت تلعب عن نتاج الآخرين بالزبط فانا بقولك إعجاز فدي صعبة جدا لما انت تكسب أصوان في أصوان ومستني مثلا لو المحلة تعالت غزلت تعادل مثلا يبقى الموضوع روح من إيدك فبكلمك اللي هو ممكن الحتة دي تتلاشى شوية اللي هو بتري يعلي الشريحة بتاعته ويحط السيستم مميز أو يجيب مدير يواضي بشكل مميز بعد سنة أو لسنتين الموضوع يختلف فدي كلها السيسنة إذا جدت تتكلم على زد أنا شاف زد ما شاء الله بتطور بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتح على فكرة بيصرفوش كتير زي ما كان متوقع ليه عشان موجود اللجنة الموجودة بتقدر لعبة كرة كلها فبتقدر تجيب اللعيب اللي هي قدر يفيد الفرقة أو اللعيبة السوق سهر الحقيقي للسوق المصر بتتكلم فيه وكلاء اللعبين شوية بيغلوا بشكل كبير جدا صحيح بتخلي اللعيب اللي هو بخمسة تخليه بخمسين طيب لا ما أنا كان مثلا عارف اللعيب ده وتعطي سيبيب تلفون أقول له تعالى كذا كذا إحنا إمكاناتنا واحد اتنين ثلاثة فدي بتوفر الجابي الكبير اللي هو اللفة الكبيرة أنت بتلفها فأنا شايف زد زد شايف اللي هي بدعها بشكل كويس اللعيبة حتى اللي خدوها من نادل آلي عندهم برضا عندهم روح البطولة عندهم اتربوا في قطاع السنتر في المصيون بتاع نادل آلي أو القطاع الناشئين في نادل آلي فهم ميازين عندهم الصقة وعندهم الحماس وعايزين يعملوا حاجة قوية عشان يقدروا يرجعوا نادل آلي تاني فدي تيدي مدافع أقوى فلا شايف زد بشغالها بشكل كويس يعني تدعماتك وضعتها بشغالها بشكل كويس أخيرا هل يستطيع نادل آلي الحفاظ على الدوري في الموسم القادم ووسط هذه التغيرات الكبيرة جدا من اللي بتحصل طبعا نادل آلي ما شاء الله بالفرقة الموجودة يجي انت تتكلم نادل آلي مثلا السنة دي أقوى خط هجوم أو خط ادفاع فأنت بتتكلم إمكانياته العيبة الحمد لله الموجودة ونادل آلي حتى لما بترى يطور أو يجيب العيبة جاب العيبة اللي هو محتاجها بتتكلم حتى لما نادل آلي يدى الفرصة لأولاده بيعمل أي سفقة وخلاص يعني نجيب عشر حمد تلاتين وخلاص النادل آلي برضك لما حتى بيقدر يساعد أولاده واحد زي حمد فتحي مخلص وقد نادل آلي بشكل كبير نادل آلي ساعده جاب اللعيب اللي هو اللي هو يحتاجه في المكان دوت فأنت مش بتدعمه خلاص فعشان كده أنا شايف نادل آلي قادر إن شاء الله مش مدة سنة ولا سنتين نادل آلي ثلاث سنين إن شاء الله باللعيبة الموجودة أو أربعة سنينية على الأقل بالنفس القوام دي بيمرسل لك والناس اللي شغالوا بالنفس الشغلة كده إن شاء الله أحسن حاجة إن شاء الله يا رب إن شاء الله ودايما نشوف نادل آلي في القمة دائما كما هو معتاد أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا نجمع على وجودك معنا والله يبا استمتع بوجودك معنا أبو نصلى من كلامك وطريقتك إن شاء الله يعني لو روحت حتة إن شاء الله الأيام اللي جاية شكرا جدا لنجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأستاذ عبد الحكيم أبو علم والأستاذ محمد جمال في ضيافة البيت